بعدما دقت عشر دول أوروبية الأصبوع الفارط ناقوس الخطر جراء تفشي المخيف لفيروس كورونا يبدو أن ألمانيا قد أطلقت صافرة الإنذار محذرة من وضع كارثي سيعرفه البلد بسبب الارتفاع الخاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 الذي تجاوز حاجزة 53 ألف حالة يومياً مع التزايد المرعب في عدد الوفيات الوضع الوبائي الحالي كارثي لا أستطيع وصفه بشكل مغير الموجة الرابعة ضربت بلدنا بكل قوة ورغم توفر أرضية ملائمة تتطابق والطبع الاستعجالي للجائحة ليس لدي شك أننا في خضم وطعية صعبة حالة الإصابة اليومية بكوفيد-19 هي الأعلى منذ بداية الجائحة وعدد المصابين في ارتفاع جد سريع والأكثر رعباً هو عدد الموت في البلد موجة رابعة تضرب واحدة من أكبر وأقوى الدول الأوروبية ألمانيا حسب ما أفاد به خبراء رغم أن برلين كانت سباقة لعمليات التلقيح التي عرفت كذلك موجة احتجاجات رافضة لها بالنسبة لألمانيا اللقاحات وصلت تقريباً 68% يعني هذا شيء كويس بس طبعاً غير كافي لتحقيق مناعة القطيع أكيد المستشفيات يعني ما توقع أنه بعد شيء أسبوعين تسكر يعني ما تقدر تستقبل مرضى وفي ناس لهلأ يعني ألمان يعني تقريباً شيء 30% ما بدأ يتلقحوا الوضع بألمانيا سيء هل العالم اليوم مستعد لمواجهة أخرى مع هذا الفيروس؟ وهل أوروبا ستكون بؤرة جديدة لمتحورات كورونا؟